موسيقى السلام عليكم شاهدين الكرام أهلا بكم حلقة جديدة برنامجكم الحوار السياسي برنامج عمل الحكومة الذي يسرب في جريدة لمبا وعلى الرغم من أن الحكومة لم تؤكد أو تنفي أن هذا هو المشروع القادم إلى مجلس الأم وهذه هي الرؤية التي تنوي تقديم الحكومة في الفترة المقبلة لكن هنا كان بعض العديد من الملاحظات حول فرض الضرائب وزيادة الرسوم وتقليل الإعلاج بالخارج وغيرها من الأمور التي قد تكون هي أمور غير شعبوية وغير مرضية سواء كان للنواب أو غير مرضية لمجملة الشعب كان أيضا هناك بيان آخر ورقة عمل تقدمت فيها غرفة تجارة وقد البعض يرى أن هناك نوع من التشابه في بعض المواد المطلوبة خاصة فيما يتعلق في فرض الضريبة على الدخول أو على المواطن البعض هل يتسأل هل هذا كان معظ الصدفة أم أن كان هناك تنسيق وترتيب معين أو أن صاغ هذا المشروع الذي نشر في الصحف صحيحة لمباء تحديدا هو نفس من صاغ بيان غرفة في بعض مواد أو وضع رؤية مشتركة هل سيقدم الآن في القادم الأيام ولا لا الكلام على استجوابات وهل الحديث صحيح أن في استجواب قد يقدم مباغة للحكومة أو لإلراءة سموة رئيس الوزراء تعاملوا النواب مع مكتب المجلس شكل لجنة تحقيق فيما حدث في الأحداث في جلسة الافتتاح هذا ما أثار حفيظة الكثير من النواب بأن هذا الإجراء هو تعدي على صلاحيات نجلس أمه وليس صلاحيات للرئيس ولا مكتب المجلس كل من لا حججه ورح ننقشه على جزئي هذه الحلقة بضيفي عضو مجلس الأمه دكتور صالح ذياب لمطيري حياك الله دكتور الله يحييك وشكرا على الاستضافة مبروك وشاء على النجاح الله يبارك فيك ونسأل الله أن نكون يدعون إن شاء الله في هذا الأمر وأن نكون ممن يغرس غرسا صالحا في هذا المجلس والشكر موصول للطاقم أيضا وأنا متأكد أن هذا الحديث والحوار الذي سوف يكون على درجة كبيرة من الشفافية فتفضل ونخوك دكتور أول شيء يا عبد الحكيم أنت قبل لا تخلمح ورانا حتى ما قلت فناخشك في السؤال فيه شغلة صارت بالانتخابات هذه وهذه الشغلة لافتة أنه فيه كان هناك تخابات تشاورية أنت وغيرك شفتوا أنه فيه إشكالية أخذتوها في العام ونجحتوا تعتقد اليوم أن هذه كانت رسالة أنه عندك قبول في الدائرة كلها وأن هذه رسالة أنه تمكن تشوفها لأطراف أخرى أيضا بداية شكرا على هذا السؤال وأنا دائما أتحدث عن نحن رجال اليوم والهدف أسمى بكثير مما حصل سابقا ولكن الانتخابات السابقة كانت لها انعكاساتها بيّنت أن الأمة هي من تحدد من يمثلها بيّنت أنها خرجت في يوم ممطر في هذاك اليوم خرجت نساء ورجالا لإرسال رسالة أن التغيير واجب وأن الخط الذي كان يمشي فيه النواب السابقين مع كل التغيير لشخصهم خط لم يكن يمثل ما تراه الأمة في هذا الوقت وأنا أعتقد أن الرسالة كانت المفروضة تكون واضحة للحكومة الحالية أيضا ولنا انتقاداتنا على الحكومة أنها لم تقرأ الساحة السياسية بطريقة صحية كل الكلام اللي قلتها هذا هو نوع من التنبيه ونوع من مد يد التعاون لهم أن لم يستطيعوا قراءة المنهج لم يستطيعوا قراءة الساحة السياسية بطريقة صحية هذا السؤال دكتور اليوم تعتقد بأن بعدها خاصة بعدها ذات جلسة الافتتاح تعتقد دكتور بأن هناك أمل بالتعاون مع الحكومة أم أن الأمل أصبح شبه معدوم أبو حسين أنا شفاف ومؤمن إيمان كامل أن السلطات مع أنها الأصل فيها الفصل بين السلطات أيضا من الأصل هو التعاون ما بين هذه السلطات فأيا كانت الأحداث أنا بالنسبة لي الأحداث التي حصلت في جلسة الافتتاح وحتى طريقة وآلية إدارتها في هذا الوقت من رئيس السن معيبة في حق كنائب موثل للأمة ومحق شوة عندي اعتراض كبير عليها ولكن تبقى كلمة التعاون أنا رجل أتيت إلى المجلس للإنجاز والعمل لم أأتي إلى عدم مدد يد التعاون بما فيه خير البلاد والعباد لأنك لا تزال متعاون أنا بإذن الله كل ما فيه خير البلاد والعباد سوف أتعاون معه وإن كان هناك خطأ سوف نحاسب هذه وجهة نظري وهذا ما سوف أعمله في وجودي في المجلس خطي راح يكون واضح لست من الوناس أو النواب الذي سوف يقاد لا من داخل المجلس ولا من خارجه خطي راح يكون تمد يد التعاون أنا أمدها لك تقدم خطوة واحدة تقدم خطوتين من أجل المواطن نعم دكتور قبل أيام كان فيه اجتماع مجموعة النواب مع اسمه رئيس الوزراء الآن هل هؤلاء النواب كان التماكت موجود لكن هل هؤلاء النواب كان يمثلونكم أنتم جميعا وهل الأجواء كانت إيجابية ولا لا خاصة البعض خرج من الاجتماع لكن بدأ بنبرة تصعيدية دعونا نأخذها من منظور آخر السلطتين الموجودة هي جناحين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية عملية أنهم يجتمعون أو يحددوا اجتماع أي أن كان مجموعة معين هذا حق تنسيقي تقريب وجهات نظر هذا حق من الحقوق وجبلنا على هذا الأمر التعاون بالعكس أنا أعتقد أنه بادرة طيبة إن كان هناك فيه اجتماع أنا ما أدري عن الاجتماع هذا حقيقة ما حظا ولا كان يمثلونكم لم أكن موجودا وهذا لا يعني أنهم لا يمثلون قد يمثلون رأي معين بيوصوله بطريقتهم لم أطلع عليه والمجالس دائما أمانات ولكن كان هناك أيضا اجتماع قبل تشكيل الحكومة ومثل ما قلت لمجالس أمانات ولكن انطباء الشخصي في هذا الاجتماع الذي قبل تشكيل الحكومة أن هناك فيه نبرة تعاون من رئيس الحكومة فيه نبرة تعاون سمو رئيس الحكومة بالضبط كان هناك فيه نبرة ما أن استغرب تكون صريح معك كانت قبل جلسة الافتتاح بثلاث أو أربع أيام ولم تشكل الحكومة بهذاك الوقت فأنا أعتقد أن محاولة والوصول إلى أرضية توافقية على أقل تقدير التعاون ما بين السلطتين لتنفيذ تشريعات مهمة للواطن بدل المناكفة السياسية من بادئ الأمر هذا يجرنا إلى موضوع عديد تشوف أن التشريعات أهم من المناكفات السياسية أنا مؤمن إيمان كامل ما هو الهدف لوصول عضو مجلس الأمة لقاعد عبد الله السالم إن لم تكن التشريع والرقابة والمحاسبة أنا مؤمن إيمان كامل إن كانت المناكفة السياسية المقصود فيها هي الاستجوابات الاستجواب هو حق أصيل للنائب وهو سؤال مغلظ ولكن يجب استخدامها بطريقة صحية أيضا توقيتا فمن غير المعقول بالنسبة لي أن يتم استجواب أول أسبوعين كمثال إلا إن كان هناك فعلا محور يستجعي ذلك ولا أستطيع بصفة الشخصية تعليق على أي استجواب إن قدم إلا بعد نطلع على المحاور هذا كلام قاعد قوله شوي دكتور يعني البعض من النواب لا يملك الجرى أن يقول أن أنا أنطر الاستجواب وأشوف المحاور البعض لا رايح أن إذا قدم استجواب أنا أحرج أمام الناس فبالتالي خلاص أعلم الموقفين مع عدم التعاون أنت قاعد تعطي أمور عارف تبعاتها النمط التقليدي الذي تعود عليه الناس أن الأعضاء يميلون بكفة باتجاه معين بسبب الضغط معين هذا ليس موجود لدى صالح أنا بالنسبة لي هناك فيه قرارات بما أني حملت الأمانة سوف أشارك الشارع في استبيان للأراء ولكن لا يمكن بأي حال من الأحوال أولا أعتقد أنه من المقبول أن يتم الحديث عن اتجاهك في استجواب معين بدون أن تطلع إبراء للذمة يجب أن تطلع على المحاور يجب أن تدرس هذه المحاور تحل المعلومات هذه المحاور قبل أن تتخذ قرار من المهم قد أكون أحد المستجوبين في هذا الاستجواب إن كانت هناك محاور تستجعي دخولي في هذا سوف أفرض أنني أكون أحد المتحدثين في هذا الاستجواب ولكن أيضا مؤمن هي ميزان ما بين ماذا سوف تقدم للمواطن كفائدة وما هو الضرر الذي قد ينتج عند استخدام سلطاتك أو أدواتك بطريقة غير صحيحة من ناحية الوقت قد تكون من ناحية الموضوع ولكن وقتا توقيت توقيت أول شيء أذكر هل هناك تنسيق اليوم أنت شاركت فيه لاستجواب رئيس الوزراء أو أي من المزراء كان هناك مشاورات عديدة مع أطراف من النواب إن شاء الله المصلحين الاتفاقات المبدئية أن يكون هناك تشاور على أي استجواب سوف يقدم وهذا طبيعي في أي برلمان أنا أدعو إلى التنسيق ما بين النواب كافة من المهم جدا عدم الإنجراف وراء أطراف قد لا تريد الإصلاح وتحاول أن تدعو بعض النواب إنه ينجرفون وراء استجوابات ليست لها أطراف داخل مجلس ولا بره عادة والأطراف بالنسبة له غير معلومة وقد تكون كثيرة وقد تكون فعلا ممن أطلق هذه البيانات من غرفة التجارة أو غيرهم لا نعلم ذلك ولكن أنا مؤمن إيمان كامل إن الأضو إن أراد فعلا يعني العمل بطريقة صحيحة هي التشريعات تقديم القوانين الصحيحة يعني تتميل التشريع أكثر بالضبط دكتور إذا بي يعني بلخص اللي قاعد تقول له لم يتفقتوا أن يكون في هناك تشاور إذا كان هناك استجواب سيقدم بينكم و بين النواب بين مجموعة بين مجموعة و النواب لكن الآن ما في استجواب سيقدم تخت قرار على حسب علمي لا يوجد استجواب طرح إلى الآن كل ما أثير بالنسبة لي لا يوجد له دلائل لا توجد لا دلائل قد يكون مثل ما أثير في جريدة الأنباء عن برنامج الحكومة أراحيك عليه لكن ما في دلائل الآن على أن في استجواب سيقدم لا يوجد لدي مستند أستطيع أن أقول بلغة ثابتة وصلبة أن هناك استجواب سوف يقدم ولكن أنا أقدر أقول على لساني أنني سوف أقدم لاستجواب لأي كان وزير أو رئيس حكومة إن أضر بالمواطن بحزمة قرارات في برنامجهم الذي يتقدموا به بدون أدنى شك المحاسبة وهي أدام الأدوات أنا لم أقرر أن يكون هناك استجواب ولكن أقول هي حق أصيل للناعب أن يقدم استجواب من ضمن ما أنا شخصيا إن شفت لي في خطأ يستدعي المحاسبة يستدعي أن أقدم استجواب لن أتردد إن كان وزيرا أو رئيس مجلس وزراء يعني أنت الآن ما في تنسيق إلى استجواب علني خلاص سيقدم هذا ما في معلوم ببب لا تجد المعلومة الأمر الآخر الدكتور صالح لمطيري تعتقد إذا قدم استجواب لرئيس الوزراء من الوزراء أنت كشخص كنائب تعتقد أن ستحرج وتتخذ موقف مسبقا أم ستنتظر حتى ترى الاستجواب حتى لو كان من زمانيك وذلك لك تكون قولة أثناء 41 و 42 طبيعة صالح في العمل وهو عمل برلماني هو عمل لا يمكن في أي حال من الأحوان أنك تقدم على خطوة بدون دراسة الموضوع ودراسة الموضوع تطلب أن تكون المحاور واضحة بالنسبة لك ولهذا السبب لا أستطيع أن أعطيك جواب مسبق لإستجواب موجود أو غير موجود إلا عندما أطلع على المحاور لازم تطلع على المحاور لكن ما إلا أن السؤالي تأثرك بالضغط الشعب أو ضغط حسابات ووتر مثلا بعض كان يتكلم عن ضغط حسابات ووتر ويحرج بالنسبة لي للشارع السياسي له احترامة هناك طرق كثيرة علمية لاستبيان رأي الشارع أنا أعتقد شخصيا أن هناك دائم جانبين يضغطون بالتجاهين معينين وهو يجب على نائب الأمة أن يكون ناضج سياسيا باتخاذ القرار مبني على المعطيات اللي أمامه وليس على تأثير جوانب أخرى قد تكون تدار من أطراف ليست لها مصلحة إلا مصلحتها الشخصية ترى المصلحة الشخصية مقدمة على المصلحة العامة بالنسبة لي كنائب سوف أرى المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الشخصية والاستجوابات إن كانت مستحقة سوف نقف معاها وإن لم يكن سوف أتخذ النقيض أيضا سوف أكون مدافع على الطرف الآخر لن تخشى ردة فعل إذا وقفت مع طرف وطرف آخر حتى وقفت أي استجابة بالنسبة لي الهدف أسمى من إرضاء الناس فقط الهدف إرضاء الله بداية وأن أكون صادقا مع نفسي قبل أن أكون صادقا مع الآخر الدكتورة أيضا وجهت أسئلة لمجموعة من الوزراء ونصل سؤاله وسأتغل ثلاث أسئلة للجميع يرجى أفادتي بالتالي هل يوجد مخالفات أو ملاحظات مسجلة من دوان المحاسبة على الوزارات والهيئات الخاضع لمسئلتكم في السنة المالية 2015-2020 لمدة خمس سنوات هل تم الرد على تلك المخالفات وملاحظات إن وجدت بشكل تفصيلي ما هي الإجراءات المتبعة في حال وجود مخالفات أو ملاحظات من دوان المحاسبة هل تمت إحالات لجهات التحقيق الداخلية وهل تم تسجيل قضايا في حال وجود مخالفات مع بيان ذلك بشكل تفصيلي لماذا هذه السئلة؟ نوات استجوابات أو ماذا بالضبط؟ أو تريد تخوف الوزراء؟ لا لا حقيقة هي دائما الأمور تنظر من أكثر من المنظور ولكن أنا أقول لك منظوري الشخصي سؤال برلماني حق أصيب طبعا وقد يكون نوات الاستجواب أيضا ولكن السؤال برلماني لمجموعة من الوزراء أو كل الوزراء من بداية المجلس يجب أن يؤخذ بطريقة أخرى هو قد يكون تنبيه لهؤلاء الوزراء خصوصا أن مجموعة منهم وزراء جدد في وزاراتهم لمكامن الخلل الأسئلة هذه تؤدي إلى أنك تعطي الإجابات أو تحاول وصل للإجابات في فترة زمنية معينة ومناقشة بعض المسؤولين عنها وقد تكون تفتح لك آفاق في وزارتك لمكامن خلل قد لا تكون أنت تعرف بها أو قد تأخذ وقت طويل ممكن يكون السؤال برلماني أيضا أين الوزير مثلا؟ بالضبط هي يد عون ولكن بالطرف الآخر أيضا السؤال البرلماني إن كانت الإجابة فيها تضليل لا المحاسبة واجبة أيضا ولا عندي تردد أبدا أن هذا الوزير المعني أصاعده بأسئلة مغلظة اللي هو الاستجواب وحطه أمام مسؤوليته أمام الشعب أنا مسؤول وحملت أمانه الأمانة عندك أمام الشعب جاوة وين مكام الخل وماذا عملت؟ أما إن كانت الإجابة وافية هذه تعطيني فرصة لمتابعة الموضوع وإعادة الأسئلة بطريقة أخرى لأشوف مكام الخل تم تعديلها أو لا؟ قلت في تغريدة قبل آخر يوم في السنة الماضية التعينات البراشوتية والفساد الإداري سوف يفتح الملف على مسراعي سوف نضع النقاط على الحروف ونبين أن من يقف خلف الفوضى في جلسة الافتتاح هو المسؤول عن هذه التعينات نحن نكتبها هنا من مبدأ الشفافية وفي اليوم التالي في المجلس نفعل إدوات الدستورية تعاون هناك أيضا في نوع من التصعيد ما قصتك تعينات البراشوتية والفوضى في المجلس؟ لماذا ربطت هذه الموضوع مع بعض؟ الكلام هذا ليس أول مرة أقول أكون حقيقة وأنا ملتزم في برنامج الانتخابي وما قلت سابقا الكلمات التي أقولها من قلب صادق وأقولها لأنها فعلا هي أحد أسباب الفساد الإداري في الكويت لا يخفاك أننا دخلنا على أقل تقدير بالنسبة لي خمستعش سنة أن هناك في تعينات براشوتية مبنية على المحاباة يا رجل وصلت المرحلة أن رفيجي بدوانية حط مسؤول أنا وزير رفيجي حط مسؤول ويقولك ساعة أن القرار بالكويت قرار اجتماعي أكثر من قرار ولهذا السبب المفاضلة نحن نتكلم عن قيادات تدير بلد منهجية الإدارة بهذه الطريقة تؤدي إلى فساد إداري كبير لا يعلم غلال الله سبحانه وتعالى أنا مؤمن ماي كامل أن المسؤول الأول عن هذه هو رئيس مجلس الوزراء المسؤول الأول عن التعينات عن التعينات علم بها أو لم يعلم علم بها أو لم يعلم لأن بالنهاية تتكلم عن وزارات أنت مسؤول عنها أنت تتكلم عن مراكز قيادية شاغرة المفروض أنك يجب أن تعلمها جيدا أنت تعرف أن هناك كفاءات شبابية تستحق هذه المناصب المفاضلة غير موجودة يا رجل حط لك هيئة على أقل تقدير بمفاضلة معينة أهل الشهادات والتخصص ومن عمل في مجاله وأبدأ في مجاله وعنده القدرة لإدارة هذا الأمر دعهم أقل شيء مفاضلة بينهم لا تجيب لي واحد من بره ليس له علاقة يعني مو من المعقول أن يكون من يدير منشئة صحية لا يتحدث اللغة الإنجليزية من المعيب لا يستطيع أن يقرأ تقارير تمر عليه المشكلة أن الأمر هذا أنا شفته خارج المجلس للأسف أنا شفته الآن داخل المجلس داخل المجلس وهذا للأسف هنا هي كان دور الحكومي كان مفروض أن ترسل رسالة رسالة طمئنان للمجتمع أنت عندك لجان واللجان هي أصب المجلس أنت عندك لجان دائمة ومؤقتة مثل أنت عندك 15 صوت يا حكومة كان من الأولى رسال رسالة يعني للمجتمع أنني سوف أصوت على أقل تقدير لذوي الاختصاص وأضعهم في أماكنهم أو أساعد على أقل تقدير أني أستطيع أن أعمل معاهم وأدعمهم بالأصوات أو على أقل تقدير يا أخي وخر لا تصوت ممتنع اللي صار في يعني لو لا التنسيق الذي حدث لكانت هناك طامة كبيرة في اللجان الحمد لله الناس تعتقد أنه فشلنا في أو المجلس فشل منذ بداية هذا بقية الصورة أن مجلس الأمة فشل النواب الأغلبية فشلت في أخذ الجانب أنا أرى الجانب الآخر حقيقة أنا متفاعل هذا أنا أعتقد من الجلسة الأولى أي إن كانت الأحداث التي سوف تتم فيها لجنة التحقيق إن كان الحديث يتحدث عن رئاسة المجلس أنا أعتقد أن المجلس وصل رسالة واضحة تأكس رأي الشارع في أمر معين عند حصول بدر الحميدي على 28 صوت فهي رسالة مقارنة بال2016 عندما تكون اللجان في مجملها موجود فيها ناس متخصصين قد لا يكون رأساء للجان ولو مقررين ولكن وجود العضو بحد ذاته هو نجاح لأنه كان من الممكن أن لا يكونون جزء من هذه المنظومة نعم أنا بيوصل رسالة أن الكلمة ليش؟ دائما نقول فشل نقدر نقول نجاح ثانيا لنبتعد عن مرحلة مرت بالجلسة الافتتاحية التي هي رئيس مجلس الأمة مثلا أبو علي مرزوق لنمشي خطوة جدام الآن ماذا سوف تقدم يا عضو؟ المطالب في تشريع المطالب في قوانين وأنا قاعد أمين أو أدفع لهذا المرزوق بي أيضا وأنا قاعد أقول لما أقول مرزوق أنا قاعد أقول رئيس المجلس الأمة مطالب أن يقوم بالعمل الصحيح اللي هو وفق اللائحة والنظم الموجودة أنا راح يكي عليها بس قبل بسألك على في الشأن الحكومي برنامج عمل الحكومة الذي يسر في جرية لمبا لم يؤكد لم تؤكد الحكومة وتنفيه هذا البرنامج بمحتوى عليه سواء من ضريبة أو غيرها أو زيادة رسم الخدمات متوافق عليه أو لا؟ شوف يا أبو علي إن صح الخبر أنا رجل سياسي بالنهاية لما يطلع خبر بهذه الطريقة من السلطة الرابعة ومن الإعلام تبحث من هو المستفيد هل هو فعلا برنامج الحكومة ورح أأتيك بهذه النقطة هل هو مرر من الحكومة أيضا لجس نبض الشارع ورح أأتيك على هذه النقطة أو هل هو مرر من جهة أخرى تماما لها فائدة بتمرير هذا النوع لإحداث أزمة سياسية ما بين النواب والحكومة فيقول لك لست بالخب ولا الخب يخدعني أنا الآن أخذ لك بالنقطة الأولى على افتراء والنقاط الثانية يعني تميل إليها أيضا إن كان فعلا صحيح هذا الخبر أنا أقول شغلة معينة الإصلاح الاقتصادي لهذا البلد لا يمر عن طريق جبل مواطن قاعدة ما توافق على شيء أبدا لن يمر عن طريق الجيب لأسبب معين بس لماذا؟ التاريخ الإسلامي السياسي والاقتصادي درس الخليفة أو مسمى الخليفة الخامس عمر بن عبد العزيز خلال أقل من سنتين وصل إلى استقرار اقتصادي لدرجة أن الزكاة لا يوجد من بس اتخذ خطوات قبل بمعنى أنه قبل مجيئه كان هناك مشكلة المنطق يقول أنه كان هناك مشكلة ماذا أقر؟ أقر شغلة وحدة اللي هي أنا مؤمن إيمان كامل لها الحل تطبيق الشرع تطبيق الزكاة طبق الزكاة على رأس المال أنت عندك من التجار في هذا البلد الله يزيدهم نغبطهم ولا نحسدهم مع التجاوزات الكثيرة اللي نراها ولكن أنا قاعد أتكلم عن تجارنا أهلي الخير في هذا البلد مجلة فوربز بيّنت أن هناك لا يقل عن 10 ألاف مليونير في هذا البلد إذا إن كانت صحة هذه 2.5% من هذه لها 250 مليون دينار كويتي أنا قاعد أتكلم إن كانت الأرقام هذه حقيقية أنت تتحدث عن مجموعة التجار أخذوا أراضي من الدولة في الشويخ الصناعية بقيمة رمزية التجار نفسهم اللي موجودين في هذه المنطقة يؤجرون بالباطن بقيمة عالية جدا مجموعة الأموال هذه لو طبق عليها الزكاة لصارت هناك وفرة مالية لكان في هذا البلد لا يوجد أسرة متعثثة ترد أن تمشي من ناحية الشرعية نترد أن تذهبون إلى الزكاة أفضل أن تذهبون إلى ضريبة بشكلها اللي قاعد يثار بالتأكيد أن الزكاة هي الحل وأنا مؤمن بهذا العمر أنا مؤمن إيمان كامل أن الطريج إن كان هذا فعلاً الخبر صغير توجه الحكومة لجيب المواطن أنا بالنسبة لي يستوجب المحاسبة للرئيس مجلس الوزراء وبدون تردد وبدون تنسيق أنا سوف مني يتقدم في هذا الاستجواب وأقولها من هذا المنظر إذا كان في ضرائع إن كان هناك قرار بهذه الطريقة وأنصح القبر وأنقدم البرنامج بهذه الطريقة أنا أقسمت أن لن أخذل أبناء وطني وبار بقسمي بإذن الله تذهب إلى المسائلة لو كان البرنامج يتحتوي على ضريبة خصوصاً أن الحل موجود من جانب شرعي طبق الشريعة تحل المشكلة إن كان هذا الهدف الرئيسي عندك أما إن كان فعلاً لإفادة أناس معينين فنحن نرفض هذا الأمر إن كان يمس جيب المواطن فأنا أرفضه رفضاً قاطعاً حتى ولو قدم الاستجواب بكرة إذا طلع برنامج الحكومة فيها هذا الأمر وقدم بكرة انتهى سالفة التوقيت على أني مؤيد الاستجواب أو غيره بالنسبة لكم إذا كان هناك ضريبة فهذا معنات أن استجواب قادم إلى الحكومة أو إلى الرئيسي حتى ولو كان بعده حل للمجلس لأنه يستجوب هذا الأمر يعني تشوف هذا محور الضراب هو محور فاصل بالنسبة للتعاون مع الحكومة بالنسبة لي أنت أنت رايح لمواطن أنت ذاهب لمواطن أصلاً أعباء الحياة عليه واصلة إلى حد عالي جداً فيه أناس كثيرين أني دخل محدود تحدثنا عن الدخل المتوسط دخل محدود الدخل المتوسط يقال عنا تصنيفاً ما معاشاً فوق أربع ألاف يا أخي أنا الآن دخل محدود معاشاً ألفين من الحكومة عفواً من المجلس الدخل المحدود هو معظمنا دخل محدود عندما تطبق الضريبة عليهم أن تضغط على مجموعة كبيرة من المواطنين والأوجب عليك أنك تذهب إلى جهة أخرى يا أخي ابدأ بنفسك ليش رايح المواطن وقولها بصوت عالي ابدأ بنفسك يا حكومة ابدأي بنفسك لا تروح لجيب المواطن إذن نسبلكم جيب المواطن وثم أقول خط أحمر لن تقبلوا المساومة عليه أنا ما أقول خط أحمر هو إن كان هناك تصنيف فوق الخط الأحمر فهو كذلك الجلسة اللي أعلن عنها نأب الرئيس هو تشكيل لجنة تحقيق فيما حدث من أحداث في الجلسة الأولى وهناك من النواب من اعترض عن هذا الإجراء من النواب من أن هذا هو لا يعني افتئات على حق مجلس الأمة في تشكيل لجانة تحقيق وجهت نظرك كرامك صحيح سمعنا أنه سوف تشكل لجنة تحقيق من المكتب أنا بالنسبة لي هذه أراء شخصية لأعضاء مجلس المكتب وليست لها علاقة بماذا سوف يحدث بالجلسة القادمة لأن بالنسبة لي المجلس سيد قراراته وإن كان هناك لجنة تحقيق فهي من أعضاء أول يحددها بالتصويت هم النواب من أحسنهم يعني إجراء هذا اللي صار غير لأحي لا هي أراء شخصية مع الاحترام لشخصهم السياسية أنا مؤمن أن الأمور لا تدار بهذه الطريقة القانون نفسه يعطي الحرية لنواب المجلس بتشكيل لجنة وهناك سوابق على هذا الأمر ولكن إن كان هناك نوع من أنواع التعاون ونوصل إلى بر أمان أعتقد الأوجب بالنسبة لي إعطاء الحق كامل أو عدم تعرض أعضاء مجلس الأمة بقرارهم بتشكيل لجنة عن طريقهم أعضاء مجلس الأمة نفسها تحدد لجنة نتبونها داخل مجلس بالضبط ما الذي يختلف عن هذه أنا أعتقد أن أهم المتضرر أعضاء مجلس الأمة نفسهم في هذه الجلسة الافتتاحية ولهذا السبب أن التشكيل والثاني هو المجلس سيد قراراته بالنهاية بالنهاية لجنة التحقيق بصراحة دكتور شوف أن اللجنة التحقيقية لشكلت من مكتب المجلس هي للبعض أقول هي للالتفاف على ما حدث وأنه اقتهدئت الأوضاع لن أدخل في النواية حقيقة طبعيتي لن أدخل في النواية ولكن أنا أقدر أنها آراء شخصية وأنا أختلف مع هذه الآراء مختلف تماما تعتقد أن الجلسة القادمة سيكون فيها صدام مع الرئاسة في هذا الموقع دائما أقول أنه ممكن الحوار يعني كلمة صدام أنا ضد كل استخدامها أنا أعتقد أن هناك في نوع من السياسة والحديث السياسي والإقناع ودائما مؤمن حتى لو اختلفت الأراء يجب أن نكون مستعدين للوصول إلى منطقة توافقية نعم فعطني اثنين من عندك يا مجلس المكتب أنت أحددهم وأنا أحدد اثنين من لجلة التحقيق العادة يكون خمسة واحد أنا شخصيا من زين صمام أمان بين اثنين دكتور في جلسة الابتتاح البعض شافك أنه لما أعلنت النتاج قمت ووقفت طلعت كأنه كان البعض يفسر أنه كان عندك اعتراض تحدثت سابقا حتى قبل العقادة الدورة أنه عدم التعاون السياسي وفسرت على أنه تقديم ورقة عدم تعاون وهو لا تستطيع أنك تقدم ورقة عدم تعاون بدون استجواب كنواب ولكن عدم التعاون السياسي هي نوع من أنواع الاحتجاج السياسي المقبول عندما طلعت النتائج أنا يعني لا يخفى عليك ولا يخفى على حتى اللق مرزوق أني من الناس مصوتين لقوانا بدر الحميدي وأقولها بكل شفافية بما أنها انتهت سرية النتائج النقطة الرئيسية كانت امتعاض مما كان يحصل خلفي من كلمات من حركات من أمور كثيرة كانتك مشكلة باللقاء يصير خلفي خلفي وطريقة اللي هو التعاطي مع النتيجة يعني بالتأكيد لم نقعدين في مباراة كرة قدم وواحد دخل قوم نحن قاعد نتكلم عن منافسة سياسية موجودة أنا بالنسبة لي شرف الخصومة يتطلب أن تكون يعني ذو أسلوب معين مع الخصم أيضا احتراما اللي حصل أعتقد أن ردة فعل بالنسبة لي غير مقبولة وكان تحفظ على كثير من الحركات التي حصلت من الجمهور هذا اللي خلاك تقول رفضا لما يحصل دكتور ما الجديد في موضوع العفو الشامل فيه شيء يديد ولا إلى الآن شوف في مفاوضات جارية العفو الشامل أنا بقول لك جانبي اللي ما أراه شخصيا بداية نحن نتحدث عن أناس آهدوا الله بأمر وأوفوا بعهودهم رجال فعلاً كانوا سد منيع للدفاع عن حماية المال العام حقوق المواطنين مكتسبات دخلوا في ظرف سياسي معين أدى إلى تهجيرهم وجونهم خارج البلاد الآن أعتقد الفرصة مناسبة لتقديم عفو شامل لهم جميعاً لأهل الرأي هي الطريقة تعاطي مع الموضوع حساساً هو ملف شائك ما في شيء عملية أنه يقدم اقتراح بقانون مجموعة أو مجموعات من الأعضاء له دلالة السياسية هو رسالة أنا لما يكون عندي ست قوانين مقدمة وموقع عليها خمسة لكل قانون أنت قاعد تكلم لا يقل عن خمسة عشرين إلى ثلاثين إن كان هناك فيه اشتراك من بعض العظام ما بينه وبين هذه القوانين المقدمة لما يتقدم أكثر من خمسة عشرين هي رسالة لمنه رسالة لمن يهمه الأمر أن هناك توجه أو مطالبة وهي انعكاس للرغبة الشعبية أيضاً من أوصلت هؤلاء النواب إلى مجلس الأمة أن الأفو الشامل مستحق الآن أنت سياسي مو أنت بصفتك شخصي أنا قاعد أتكلم عن أنا أبقل كسياسي قد يرفض قد يرفض قد يرفض وهذا أحد الإحتمالات الموجودة أياً كنت مدافعاً بقوة أو لا قد يرفض نائم قد يرفض واجبي أني أحاول أن أهيئ السبل أن لا يرفض المفاوضات ما قبل تقديم القانون هي تهيئة الجو السياسي العام ووصول إلى أبا استخدم كلمة أن تكون فيه أرضية سياسية توافقية أن نمرر هذا القانون بطريقة أن الكل مستفيد منه وأنها تكون الفرحة بالنسبة لنا كاملة وجودهم بالكوة يعني كمثال أعطيك كمثال ليش وإحنا قاعد ما نسوي التفاوض هذا أن يسمح لهم بالرجوع للبلاد والقوانين التي يعني الأحكام اللي عليهم تقيد بوقت معين إلى أن يتم التعامل مع العفوش أقل شيء يكون موجودين عندك في الدين يعني هناك فيه أكثر من الطريقة هذا يفكر على بسم الله أفكار طلبت أنتم موعد أن يتقابلوا القيادة السياسية طلبنا هناك فيه جهة تنسيقية قاعدة تعمل على هذا الأمر موعد ولا بعد إلى الآن لم يصد إلى الآن لم يكن ما في رد منتظرين أنا دائما متفاعل وكل ثقة بالقيادة السياسية أنها متفهمة لطلب الأعضاء لكن إلى الآن أنت عندك المبدأ منك أن نتمهد أرضية لإقرارنا هذا العفو الشامل وأيضا أنه خلال مقابلة القيادة السياسية للوضع رؤية يعني بضبط هي بالنهاية أهو أمر إنساني أكثر من سياسي بالوقت الحالي بالنسبة لي وإحنا قاعدين الآن في طور أننا متجهين لأعياد وطنية خلال شهرين وراها رمضان فالفرص مواتية أنه استغلت بالطريقة الصحية دكتور في موضوع اللجان يعني ما شاء الله مشارك في عشر لجان منها دائما ومنها موقته نعم والبعض يعني كان يتساءل يعني يقول والله الدكتور يعني ما شاء الله عشر لجان كان يقول لك مستحيل نائب يستطيع أن يشارك في عشر لجان هذه سابقة أعتقد ليش أقدمت على عشر لجان مشاركة فيها أبو حسين بداية اللجان ما عليها فلوس أنزين هذه بس منعكدها الشغلة الثانية مشاركة اللجان ما عليها هذا أكيد الاجتماعات ما عليها ما عليها ولا شيء لكن هي النقطة ما هذه ما هو الدور الحقيقي لعضو مجلس الأمة حقيقة الأمر اللجان هي أصب المجلس أن أردت التشريع والرقابة والمحاسبة أنت مكانك الحقيقي وين مكانك الحقيقي في اللجان عملية اختزان اللجان بلجنة أو لجنتين أو ثلاثة غير صحية أنت عندك متسع من الوقت لجمع المعلومة لكل لجنة وتحليل المعلومة والمطالبة بالاختصاصية ومقابلتهم ووضع أسس معينة لإقتراحات معينة وعمل الاستشارات وتقديم المقترح بقانون ومتابعته سبع شغلات كترتيب تستطيع أن تعملها أنت قاعد تتحدث عن أشر لجان هي مكملة لبعضها البعض هناك لجان دائمة ومؤقتة ومؤقتة وعادة الأقابة قد يكون كثير من مؤقتها ومتفرع من البعض المؤقتة هي دائمة ولهذا السبب من ناحية توقيتها نعم ومن ناحية عملا نعم وأنا أعتقد أن الصورة يجب أن توقع يعني رسخ للأسف على مدار مجال السابقة أن الإنسان العضو لا يستطيع إلا أن يجلس في لجنة أو لجنتين أو ثلاث بالكثير هذا كلام غير صحيح أنت بالنهاية هذا هو أعملك الرئيسي أنت المفروض أنك يومياً تكون في المجلس وما تطلع إلى الساحة ستة المغرب تعمل تعمل للأمة ليس المفروض منك أنك تقعد في بيتك هذا الواجب عليك عملية أن قادل الجلسات كل أسبوعين هذا لا يعني أن الأسبوع الذي قبله أنك تقعد في بيتك فلهذا السبب نريد أن نغير طريقة التفكير نوعاً ما ثاني تعطيني دور أكبر أيضاً الرقابة ليست فقط على الحكومة الرقابة أيضاً أن العمل النيابي يقوم بطريقة صحيحة أنا عندنا الأخت بس أتأكد من اسمها القلاف اللي هي الأمين العام المساعد لشؤون اللجان الأستاذ أحلام القلاف من خيرة النساء اللي نفتخر فيهم حقيقة في المجلس في الأمان العام تنظيماً هي داعم وبالنسبة لي أنا أشد على أزرها وأشد على إيضاً من ناحية تنظيم توقيت اللجان توقيتاً بالإضافة لشد على أزرها وأدعمها دعماً كاملاً أن اللجان بدلاً لا تكون يدوية تكون إلكترونية من المعيب أنا أبو لما وصلت مجلس الأمة كنت أشوف شغلات مؤينة الأمان العام عليها مسؤولية مو معقول أنك تكون قاعد في تصويت لجان ولا يوجد على أقل تقدير جدول زمني واضح تقدر تنسق تقدر تقتار الأمور وصلت إلى أن مرحلة أن يدوية تقديم الأوراق يا أخي التكنولوجيا موجودة تستطيع أن تعمل بالتكنولوجيا أنا متفائل بالأخت الأمين العام المسائل شؤون اللجان أنا متأكد أن يكون في تنسيق اللجاح ترى يتعرض نعم دكتور أنت أيضا عضو في اللجنة الصحية نعم وأنت دكتور طبيب من زمان في الملجل السماء ما صار عندنا طبيب أو شيئين عن حالات الطوارئ كما أنك دكتور ما ستقدم للقطاع الصحي خاصة القطاع الصحي أعتقد فيه كثير مما لا شك فيه القطاع الصحي هو قريب للقلب أنا طبيب خدمت أكثر من 25 أن نستطيع أن نقدم الكثير خلال هذه اللجنة واللجان الأخرى ولكن باختصارا قد يكون الوقت يداهمنا المنظومة الصحية أنت قاعد تكلم عن ميزانية وزارة الصحة أكثر من 2.3 مليار دينار كويتي التكلفة الصحية للفرد معروفة عالميا ولها دراساتها تعداد السكان الكامل لدولة الكويت معروف لو نقارنها في إحدى المدن في بريطانيا كمن مانشستر تقريبا تعداد سكانها يفوق الكويت ثلاثة ضعاف تقريبا الخدمات الصحية المقدمة هناك أكثر جودة للأسف من الخدمات الصحية عندنا مع أن الميزانية المرصودة لهم هناك أقل فعلى أقل تقدير عندنا مشكلة في إعادة توزيع الموارد الصحية بطريقة صحيحة من خلال منظومة الصحية فمن غير المعقول أن تكون مثلا منطقة من مبارك الكبير إلى أنه يصيب ثلاثة خطوط سريعة يهتخدم فقط عن طريق منظومة صحية مستشفى واحد له مستشفى زيادة هذا المستشفى زيادة هذا المستشفى قد يكون أحد الحلول ولكن لن أراها في المجلس هذا قصتي حتى لو تبدأ يبنى أثارها في راحة كلها ولكن إعادة توزيع الموارد هي تقديم خدمات استشارية على مستوى المراكز الصحية تقديم خدمة مني هاستل بالمناطق السكنية الاهتمام بالأنصر البشري أنت عندك كوادر بشرية تقدر تقدير كبير المفروض من غير المعقول أنه يكون عندي طاقم طبي عنده مشكلة فيه كادرة من ناحية الرواتب من غير المعقول أنه ما في استقرار وظيفي للكادر الطبي ليس الطبي فقط المساند فإحنا عندنا مع التعاون مع مجموعة من الأطباء راح نقدم مقترحات لتغيير على أقل تقدير بعض القرارات بما فيه فائدة دكتورنا بسبع الأداء من المهازل التي يجب أن تعالج في إدارة أزمة كورونا بأشيك تطعيمات غير المقبول أن يتم البدء بتطعيم أطباء ليس لهم تعامل مباشر مع المرضى المصابين من كوفيد-19 خصوصا أول يوم من التطعيمات ترك منهم يتعاملون بصفة يومية مباشرة مع هذه الحالات كأطباء العناية المركزة قبل لا تخف النقطة هذه أنا قاعد أتكلم عن ماذا سوف أقدم أيضا مع اللجنة الصحية هناك ملفات كثيرة من ضمنها بالنسبة لي غير لأن الاهتمام ليس فقط الاهتمام بالعنصر البشري والكوادر والمنظومة الصحية وإعادة تنظيمها الملف الإلكتروني الصحي أحد الأمور التي يجب أن تعالج بالإضافة إلى عافية برنامج عافية وأنه يكون أشمل أشمل حصلت أن تربات بيوت من التجارة وهذا موضوع طويل أيضا ولكن هذه الخطوط العريضة أما بالنسبة للتطعيمات هي امتداد لما حصل تعامل وزارة الصحة مع أزمة كورونا منذ البداية هناك كثير من الملاحظات في ملاحظات كثيرة خاصة أنت طبيب كاتتك كطبيب نعم وهناك أيضا يجب أن قبل لا نبدأ بالملاحظات نشكر الكادر الطبي كل من قام وكل من ساهم بالتعامل مع هذه الأزمة أي أن كان اللجانة التي خصصت أو الأطباء أو الصفوف الأولى عامة كلهم لهم الشكر لكن من الملاحظات التي حدثت اليوم أيضا أن تم تكريم الفريق الكوبي والفرق الأخرى التي كانت موجودة أين تكريمهم وين الكلام ليس فقط العائد المادي مع أنه حق من حقوقهم وين المكافآت للصفوف الأمامية وين راحت العلامات الاستفهام الكثير يعني أنك وصوب الحكومة الحكومة نحن سئلة برنامانية عدت ومتظرين الإجابة نعم النقطة الثانية اللي هي ردات فعل ما حصل خلال أزمة كورونا لم تكن هناك فعلا هناك شفافية واضحة أو خطة واضحة أنا ما بي أكون فعلا قاسي لأنه بذلوا مجهود أيضا يشكرون عليه ولكن هذه الملاحظات يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار تفادوا أحد الأخطاء التي حدثت يوم الخميس اللي هو قبل التطعيم وقالوا أنه هو تطعيم فقط كمبدعي لما نادوا وناس ليس لهم علاقة بالصفوف الأولى تم تطعيم لكن باب التشجيع حتى يقبل الناس أنا أعتقد التشجيع كان أولى عندما تطاعم الأطباء المسؤولين عن حالات الكورونا خصوصا للصفوف الأولى أنت دكتور عضو لجنة حقوق البدون وحقوق الإنسان وهذه اللجنة التي شكلت الحقوق التي تعنى في شؤون غير محددي الجنسية مستحدثة في هذا المجلس وما ستقدم هذه القضية خاصة كان في قضية قبل يومين انتحار لأحد الأخو المدون اليوم أعتقد في قضية أنها تم التعدي على واحد أو جريمة قتل لم تتقل من تفاصيلها ما ستقدم خاصة هذه القضية استمرت إلى عقود هذا الجواب عندك أنت أثرت بأخر نقطة بسؤالك أنها لسنين موجودة هذه القضية معناها أمر واحد إما أن الرغبة غير موجودة وهذه قد تكون لها دلائلها والثاني أن الطريج الذي يسلكون لحل هذه القضية غير صحيح فيوصلك إلى نفس النتيجة أنا أنظر لها من منظور آخر الدولة الكويت دولة إنسانية الهدف الأول بالنسبة لي لوجودي في لجنة البدون وحقوق الإنسان هو الوصول أنا دائما أتكلم عن أرضية توافقية هل نتفق أن كل إنسان على هذه الأرض له حقوق مدنية؟ الجواب نعم بالنسبة لي السؤال الثاني هل نتفق أن أخواننا البدون لم يؤطوا حقوقهم المدنية؟ أنا أقول نعم أعتقد قدمت قانون الحقوق المدنية بضبط قدمتك اقتراف بالضبط وأنا دافع لهذا الأمر قبل لا نتحدث عن تجنيس لنأخذها من ناحية إنسانية بحتة الحقوق المدنية واجبة يجب أن تقدم الرعاية السكنية الصحية بدون ترتيب التعليم حقه بالحياة يا أخي حقه بالأمل لا يقيد بطاقة لا يقيد في لقمة العيش حتى ولو كان بعض الأسرة مستقرة أي هزة بشهر معين ممكن تنكس الحال إلى أسوأ تماما ولهذا السبب حمايتهم شبكات الأمان بهل جاء راح تقدمون شيء حق البدون بضبط ولهذا السبب نعمل مع أخواننا أن نركز على الحقوق المدنية وتقديمها لأن بهذه الطريقة أنا متأكد أن لا يوجد إنسان يستطيع أن يرفض تقديم الحقوق المدنية لإنسان آخر وأحنا إذا قدمناها بالمجلس ما أنت يقول لك ما راح يقدمني قد قدم ما فيها نحن كلامنا عندما تقدم الحقوق المدنية باقتراح بقانون من استعجلة بالتشريعية سوف يعرض أمام الملع تماما راح تعرضونا أولوية بالنسبة لك هذا من الأولويات الآخر دكتور اللي هو عضو لجنة المرأة أو عفوا عضو لجنة ضوارة سلبية ضوارة سلبية ممكن هذه إذن ترتبط في موضوع المرأة يقول لك أن هذه اللجنة للأمر المعروف أنه المنكر هذا كان يثار سابقا لأهل لجنة هذه هدفها وأدو الحريات وبعض تكلم عن ما صار مثلا قبل يومين من حفلة راس السنة في أحد الفنادق البعض قال أن النواب اليوم قايتعدون على حريات الناس الشخصية شو ترد عليهم؟ أنا بالنسبة لي لجنة الظوارة السلبية لهدل على تها إحنا بلد إسلامي بالنهاية ملتزمون بثوابتنا الشرعية مجتمع محافظة عندي استدلال في الشارع الكويت اللي أنا جزء منه كلنا محافظين ونرفض التعدي على الأداب العامة هناك قوانين تحكم في البلد وما حصل في ليلة السنة هو تعدى الأداب العامة بالقوانين وليس تأدي على الحريات هذا ليس تأدي حريات الشخصية أبدا هناك فرق ما بين الحرية الشخصية وعمل تعمله يتعدى على حريات الآخرين عندما تكون الرذيلة واضحة عندما تكون أصلا اللي حصل في رأس السنة مخالف لقوانين عدة من ناحية شرعية ومن ناحية قوانين حتى السلطة الصحية مخالف لها لم ينظم طبقا الجراعات الحكومة الجراعات لهذا السبب وزير الإعلام تواصلنا وياه وأنا مؤمن إيمان كامل أنه هو المسؤول كان الأول هو المسؤول عن الفنادق تفاعل معنا طبق القانون ونحن دائما عندما يعمل إنسان شغله إيجابي حتى ولو كانت واجبة نقدم له الشكر ولهذا السبب من هذا المنبر أيضا أقول شكرا يا وزير الإعلام نعم أرسلت رسالة إيجابية لمجتمعك نعم هذه هقوتنا فيكم يا حكومة أنا لما تكلم عن الضوار السلبية مو معناها أني أتعدى على حرياتك لا أبدا أنا بالعكس أنا قاعد أحمل المجتمع بطريقة معينة أنت قاعد تكلم عن فئات عمرية مختلفة لستم موجهة عليهم ولكن نبين لهم أن هذا خطأ هذا تعدى على حريات الآخرين وليست حرية شخصية أما المرأة لنرجع على نقطة المرأة المرأة خاصة اليوم قاعد يسألون أن المرأة خاصة تجنيس الأبناء المطلقات والعرامل حقوق المرأة الكويتية شو ما بالك لها؟ أنا بالنسبة للمرأة أتحدث عن هذا الموضوع بأسهاب في كثير من المحافلة الإعلامية ولكن بإيجاز هناك كثير من الاقتراحات التي تأني بالأمن الاجتماعي للمرأة والمقصود فيه أن هناك فئات عمرية من النساء تصل إلى عمر معين ليس لها معين ليست لها أمن يعني لا يوجد لها السكن اللي يكفل لها الرعاية بطريقة صحيحة مؤمن إيمان كامل أيضا أن قانون تأمينات الاجتماعية والتقاعد يجب أن يعاد بالنسبة للمرأة بالتعديل بالإضافة إلى توفير تشريعات معينة تعين المرأة على أداء واجبها لأسرتها وهذا متعلق بمناطق كثيرة في التشريعات دكتور أخيرا ما هو بالك الآن في الفترة المقبلة؟ بالك شيء تشريعات غير هذه أم أنت ستسعى إلى تحقيقها وما تقول المواطن؟ التشريعات كثيرة دخولي في عشر لجان هو الهجف الرئيسي منه هو تقديم كثير من المقترحات التي تفيد المواطن في كل لجنة هناك مشروع أو اقتراح بداية من السكنية إلى مرورا بجميع اللجان راح يكون فيه كلها متعلقة بتنمية البشرية التركيز على العنصر البشري تفعيل بعض القوانين الموجودة التي لم تفعل والاقتراحات هدفنا كمثال لأننا أعتقد أنه سرد الاقتراحات وراء بعضها لا يوجد الوقت لذلك ولكن كمثال اللجنة الإسكانية عملنا خلال أسبوعين ثلاث اجتماعات جمعنا المعطيات وهذا العمل المعطيات جمعها لتحليلها لما تحللها ستصل إلى مرحلة أنك تستنتج منها أن أقدر أقدم اقتراحات بقانو أو على أقل تقدير وصلت لجدر مشكلة تحاول أن تحلها دكتور أنا شكر لك لحضورك معا إن شاء الله إن شاء الله نتقي فقط خاصة مع اللجان ومع وجودك في اللجان إن شاء الله في اللقاءة أخرى نتحدث عن قوانين سيئة المقرارة وتقديمها مشكور لحضورك معنا مرة ثانية كل الشكر الله يسألهم مشاهدة الكرام من الدكتور الوزير الأسبق أحمد المليف بعد الفاصل